بسم الله الرحمن الرحيم أبناء العزاء طلابا وطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لغتنا الجميلة في هذه الحلقة سنقوم بمراجعة لبعض مهارات النحو أحبائي سنكون اليوم مع مراجعة لبعض مهارات النحو التي تعلمناها في مراحل سابقة وسنكون في البداية مع الضمائر فهيا بنا الضمائر وكما تعلمنا هي ألفاظ تستعمل في الحديث لتدل على أشخاص معروفين بدلا من ذكر أسمائهم والضمائر نوعان وهما الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة بداية ضمائر الرفع المنفصلة وهي إما أن تدل على المتكلم أو أن تدل على المخاطب أو أن تدل على الغائب ضمائر المتكلم كما تعلمناها وهي أنا كأن أقول أنا ولد وكأن أقول أيضا أنا بنت أي للمفرد بنوعي المذكر والمؤنث لدينا أيضا نحن فنقول نحن ولدان مثنى مذكر كما نقول نحن بنتان للمثنى المؤنث ونستخدم نحن أيضا أبنائي مع الجمع بنوعي فنقول نحن أولاد كما نقول نحن بنات إذن ضمائر المتكلم أنا للمفرد بنوعي المذكر والمؤنث نحن للمثنى والجمع بنوعيهما للدلالة على المتكلم النوع الثاني وهي ضمائر المخاطب كأن نقول أنت رائع للمفرد المذكر ونقول أنت رائعة للمفردة المؤنثة ونقول أنتما رائعان للمثنى المذكر وأنتما رائعتان للمثنى المؤنث أما أنتم فهي لجمعي المذكر فنقول أنتم رائعون تبقى لدينا الضمير أنتنى فنقول أنتنى رائعات لجمع الإناث مرة أخرى نقول أنت للمفرد المذكر أما أنت للمفردة المؤنثة أنتما للمثنى بنوعيه المذكر والمؤنث وأنتم لجمعي الذكور أما أنتنى فهي لجمعي الإناث وهذه الضمائر تأتي للدلالة على المخاطب نوع ثالث وهي ضمائر الغائب كقولنا هو طالب للمفرد المذكر وهي طالبة للمفردة المؤنثة أما هما فنقول هما طالبان للمثنى المذكر كما نقول هما طالبتان للمثنى المؤنث هم لجمعي الذكور فنقول هم طلاب هن طالبات لجمعي الإناث ركز معي جيدا الآن هو للمفرد المذكر وهي للمفردة المؤنثة أما هما فللمثنى بنوعيه هم لجمعي الذكور وهن لجمعي الإناث وتأتي هذه الضمائر للدلالة على الغائب الآن الضمائر المتصلة ونعني بها الضمائر التي تتصل بالكلمات فإما أن تتصل هذه الضمائر بالأسماء أو الأفعال أو الحروف ولدينا من هذه الضمائر التاء المتحركة كأن نقول كتبت أنا المتكلم كتبت أنت المخاطب وكتبت أنت المخاطبة ألف الاثنين ضمير يتصل أيضا بالفعل فنقول هما كتبا وهما كتبتا للمثنى المؤنثة تعمل جيدا لقد اتصل هذا الضمير بالفعل كتب واو الجماعة ققولنا كتبوا الضمير الضمير اتصل بالفعل كتب نون النسوة فنقول كتبنا هنا كتبنا كتب نا اتصل الضمير هنا نون النسوة بالفعل كتب لدينا أيضا نا الدالة على جماعة المتكلمين فنقول مع الفعل كتبنا نحن كتبنا نا الدالة على الجماعة اتصلت هنا بالفعل كتب وتتصل أيضا بالاسم فنقول كتابنا وتتصل أيضا بالحرف فأقول على سبيل المثال لنا لدينا أيضا كافو الخطاب كأن نقول مع الفعل علمك او علمك ومع الاسم نقول كتابك او كتابك ومع الحرف أيضا كقولنا على سبيل المثال لك او لك والآن مع هائي الغائب كأن نقول علمها او علمه مع الفعل اما مع الاسم فنقول كتابه او كتابها ومع الحرف ومع الحرف نقول الى صافرته ومشينا معا الى البيت نريد نريد الآن الكلمة والضمير كانت هذه الكلمة اسما او فعلا او حرفا نوع هذه الكلمة كما قلنا من اقسام الكلمة الضمير الذي اتصل بالكلمة ودلالته هل هو للمتكلم او المخاطر او الغائب مع الكلمة الاولى نزلت نزل فعل اتصل بهذا الفعل كما نرى التاء المتحركة هذه التاء تدل على المتكلم نزلت انا كلمة اخرى ابي اب الاب اسم اتصل بهذا الاسم كما نرى ياء المتكلم ابي ابي انا اذا هذا الضمير يدل على المتكلم انني كما نرى هنا ان وهو حرف اتصل بهذا الحرف ياء المتكلم انني اتحدث عن نفسي اذا هذا الضمير يدل على المتكلم كما نرى كلمة اخرى صافرته انظر صافرة الصافرة اذا هذه الكلمة اسم اتصل بها هذا الضمير هاء الغائب هذا الضمير كما قلنا يدل على الغائب كلمة اخيرة مشينا كما نرى هذا الضمير باللون الاحمر اتصل بالكلمة وهذه الكلمة هي بالضبط فعل اتصل بها هذا الضمير نال جماعة وهي تدل على المتكلم فنقول مشينا كتبنا لعبنا الى اخره الان ابنائي سنكون مع اسم الفاعل واسم المفعول كما تعلمنا ابنائي اسم الفاعل اسم يدل على الحدث والذي قام به كقولنا عالم باحث ناجح سالم على وزن فاعل اما اسم المفعول فهو اسم يدل على الحدث والذي وقع عليه ققولنا معلوم مرفوع مسموع محمود ويكون على وزن مفعول مثال نقول كتب اسم الفاعل من كتب بالضبط كاتب على وزن فاعل اما اسم المفعول من كتب فنقول مكتوب على وزن مفعول اذا بي اسمع صوت ابي الغاضب اسم الفاعل في هذه الجملة تأمل جيدا الكلمات بالضبط الغاضب والغاضب على وزن الفاعل اذا ما حدفنا الا التعريف فسنقول غاضب على وزن فاعل وفعله غاضبة على وزن فاعل سامع سامع واسم المفعول بعد فاصل قصير سنكون مع مجموعتين كان واخواتها وانا واخواتها فابقوا معنا احباء الطلاب اهلا وسهلا بكم مرة اخرى تعالوا بنا الان مع مهارة كان واخواتها كان واخواتها كما تعلمنا هي كان اصبح صار ليس ما زال وظل وكما تعلمنا ابنائي كان واخواتها افعال ناقصة تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها تعالوا بنا الان نطبق هذه القاعدة على الجمل التالية ومع الافعال الجملة الاولى الطقس معتدل جملة اسمية مبتدأ مرفوع وخبر مبتدأ مرفوع دخلت هنا كان على هذه الجملة فقلنا كان الطقس معتدلا المبتدأ مرفوع اما اسمه كان فهو مرفوع ايضا اي بقي على حالته الاعرابية خبر مبتدأ مرفوع خبر كان منصوب كما نرى كان فعل ناقص ناسخ ماذا يفيد يفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الزمن الماضي جملة اخرى وفعل اخر الفلاح نشيط جملة اسمية تتكون من ركنين اساسيين هما المبتدأ وخبر المبتدأ وكل منهما مرفوع دخل دخل الفعل الناقص هنا اصبح على هذه الجملة فقلنا اصبح الفلاح نشيطا المبتدأ مرفوع واسم اصبح ايضا مرفوع اما الخبر فخبر مبتدأ مرفوع اما خبر اصبح فهو منصوب اصبح من اخواتي كان وهو فعل ناقص ناسخ يفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت الصباح جملة اخرى وفعل اخر الطالب مجتهد جملة اسمية ادخلنا على هذه الجملة صارة فقلنا صار الطالب مجتهدا كما نرى المبتدأ مرفوع كذلك اسم صارة اما خبر مبتدأ فهو مرفوع ايضا وخبر صار منصوب صار من اخواتي كان وهو فعل ناقص ناسخ يفيد التحويل فقولنا صار الماء ثلجا اي تحول الماء الى ثلج جملة اخرى وفعل اخر المتسابق بطيء جملة اسمية دخل على هذه الجملة الفعل ليس فقلنا ليس المتسابق بطيئا ليس من اخواتي كان انظر اسم ليس مرفوع اما خبرها فهو منصوب ليس من اخواتي كان وهو فعل ناقص ناسخ يفيد النفي جملة اخرى وفعل اخر المطر نازل جملة اسمية ادخلنا على هذه الجملة ما زال وهو فعل ناقص ناسخ فقلنا ما زال المطر نازلا اسمها مرفوع اما خبرها منصوب ما زال من اخواتي كان وهو فعل ناقص ناسخ يفيد الاستمرار البحر هائج جملة اسمية ادخلنا على هذه الجملة الفعل الناقص ظل فقلنا ظل البحر هائجا انظر الى اسمي ظل انه مرفوع اما خبرها فهو منصوب ظل من اخواتي كان وهو فعل ناقص ناسخ يفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في النهار اي في وقت النهار بمعنى بقية والان مع هذا المثال نقول العلم نافع عند الاعراب نقول العلم جملة جملة اسمية لها ركنان اساسيا العلم مبتدأ والمبتدأ يكون مرفوعا اذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه انظر انها الضمة اخبرنا عن المبتدأ بهذا الخبر نافع اذا نافع خبر المبتدأ وهو مرفوع وعلامة رفعه كما نرى هنا ايضا الضمة اذا ما ادخلنا على هذه الجملة الفعل الناقص ما زال فاننا نقول ما زال العلم نافعا تعالوا بنا الان نعرب هذه الجملة نقول ما زال هو فعل ماض ناقص مبني على كما نرى الفتح العلم دخلت ما زال الان نقول العلم اسم ما زال وهذا الاسم يكون مرفوعا وعلامة رفعه كما نرى الضمة نافعا ونافعا هنا ابنائي خبر ما زال منصوب وعلامة نصبه الفتح ننتقل الان الى انا واخواتها انا واخواتها كما تعلمناها انا انا كأن ليت لعل ولكن وكما تعلمناها سابقا ابنائي هي حروف مشبهة بالفعل تدخل على الجملة الاسمية ايضا فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها النجاح جميل جملة اسمية دخل دخل على هذه الجملة الحرف الناصب فقلنا ان النجاح جميل انظر اسم ان منصوب اما خبرها فهو مرفوع ان كما قلنا احبائي حرف ناصب ناسخ يفيد التوكيد جملة اخرى وحرف اخر الام غالية جملة اسمية دخل على هذه الجملة الحرف ان فقلنا ادركت ان الام غالية انظر الى اسمها انه منصوب اسم ان اسم ان منصوب اما خبرها كما نرى فهو مرفوع ان من اخوات ان وهو حرف ناصب ناسخ يفيد التوكيد ايضا جملة اخرى وحرف اخر الوجه بدر سندخل الان الحرف كأن على هذه الجملة سنقول كأن الوجه بدر اسم كأن كما نرى ابنائي منصوب اما خبرها فهو مرفوع كأن من اخوات ان وهو حرف ناصب ناسخ يفيد التشبيه جملة اخرى وحرف اخر المطر غزير جملة اسمية الان سنقوم بادخال الحرف ليت على هذه الجملة فنقول ليت المطر غزير اسم ليت كما نرى منصوب وخبرها مرفوع ليت من اخوات ان ليت حرف ناسخ ناصب يفيد التمني جملة اخرى السلام منتشر الان ادخل معي لعل على هذه الجملة ستقول لعل السلام منتشر اسم لعل منصوب اما خبرها فهو مرفوع لذلك نقول لعل من اخوات ان وهو حرف ناصب ناسخ يفيد الترجي مع الجملة الاخيرة والحرف الاخير الجو ممطر نقول السماء صافية لكن الجو ممطر انظر لكن من اخوات ان انظر الان الى اسم لكن انه منصوب اما خبرها فهو مرفوع كما نرى اذا لكن حرف ناصب ناسخ من اخوات ان يفيد الاستدراك ومع هذا المثال ان العلم نافع قلنا ما زال العلم نافعا اما مع ان فنقول ان العلم نافع فماذا نعرب ان نقول ان حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح كما نرى او نقول حرف ناصب مبني على الفتح الاسم الاسم يلي هذا الحرف العلم وهو اسم ان واسم ان كما تعلمنا منصوب فما علامة النصب انظر انها الفتحة فنقول اسم ان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على اخره اما نافع فهو خبر ان وخبر ان كما تعلمنا مرفوع وعلامة الرفع الضم الظاهر على اخره ومع هذا التدريب لنكمل بحسب المثال الغرابان راعيان للفراخ الغرابان مثن سندخل الان الحرف الناصب ان فنقول ان الغرابين راعيان للفراخ انظر اسم ان منصوب وعلامة النصب هنا الياء لانه مثنى اما خبرها فهو مرفوع وعلامة رفع الالف لانه مثنى فاذا ما قلنا ظل سنقول ظل الغرابان راعيين للفراخ اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الالف اما خبرها فهو منصوب وعلامة النصب هنا الياء لانه مثنى هكذا أبنائي نكون قد انتهينا من هذه المراجعة آملوا من الله سبحانه وتعالى أن تعم الفائدة عليكم جميعا سعدت بلقياكم دمتم للعلم شموعا ودام العلم لكم نبراسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته